شكرا لكم من جديد في البلائم مواصلين معظيفنا اليوم المحامي أحمد التونسي بسونا الموضوع الأكاديميه عندك موضيف بخصوصه أستاذ نحب قبل نصلح معلومة أعطيتها لسبريدا عم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية المصدر أكد لأنه يعيش في آسيا مش مشكلة المهم عيش في تونس الحاجة الأخرانية نحب نقولها في حكاية الأكاديميه ومش من المقبول أنه نفتوا النادي وأنه مسألة مسألة أبرتونانس وهوية ما نجيوش نعطيه معناها حاجة تابعة نادي الأفريقي العبد براني على نادي الأفريقي وأخطر من هكاكة نعطيه هزيد الحق أنه يدخل طرف ثالث معناها ويسيرنا حاجة نورمال مو تعرفش معناها بش تربي الأجيال على حب نادي الأفريقي تعملها واحدك ويا ربيش فما بباركة زيد تعطيها طرف ثاني وزيد تسمح له بش يدخل طرف ثالث وهذا بش يكون زيد حكاية التفتيت هذي بش تكون لدهول المدخل بش نحكيه على البوتيك خطر هي زادة داخله في سياسة تفتيت النادي ونعطيه كل مرة جزء من نادي للطرف ثالث وبعد نقعده نادي الأفريقي هو الخاسر الأكبر هو البوتيك ذالي مو مو من طوى من قبل معتها موجود فما طرف ثالث البوتيك العقد تعمل من وقت سليم الرياحي العقد قبل بعام اللي يتعمل العقدة ذاية جيت اللوجان على الأرباح الصافية اللي عملها البوتيك قبل ما يتعمل وقت اللي كانت نادي الفريقي تشرف عليه ونحب نذكر البوتيك ذاية روى أول بوتيك للأنديا في تونس وعملته نادي الفريقي حاجة معناها ما عملته حتى نادي قبل وكان معناها يدخل في ووفر في برشها مدخل لنادياية عام قبل مضاء العقدة ذاية المربيح الصافية البوتيك هي 390 ألف دينار المبلغ واضح يظهر لي حكاية قرابة ل 400 مليون وروا نشكيوا من سوق التصرف ونشكيوا من اللي العباد مش ويقفة بالجداء وفما معناها سيركويات في البوتيك وامور ما هيش منظمة بالضبط دخل 390 ألف دينار وهو ما وش منظمة نحن جبنا الطرف الثاني هدايا باش يسير البوتيك عليش حاشتنا بالنظام وباش يدخلنا ماذا خير ما أكبر وفي العقد عملنا له اللي معناها النسبة بتاعنا 10% وعملنا له اللي النسبة 10% على حسب شنو على حسب اللي ديكلاراسيو متاع والحسب التصريحات متاع والأرباح من غير حتى مراقبة من قبلنا معنا حتى جهاز يراقبوا قداش يبيع ولا يعملوا في أوديت ولا يحسب له قداش بيع وقداش دخل وقداش صرح هو كما يحب وناخده نحن 10% على تصريحات متاعه والمينموم متاع التصريح متاعه موجود المينموم قارونتي موجودة في العقد هو 120 ألف دينار للأسف يبدو أنه اللي خذاء لزمة البوتيك قاعد يصرح كان في 120 ألف دينار عنده عامين في العام معناها نعم بمرا بيح صافي معناها نقبله بعام اللي نعطيه هو دخل 390 مليون صافية والدنيا مايش منظمة رواه كان معناها تبدأ منظمة داخل ما أكثر يجي هو بما أنه ما فهم حتى حد يراقب فيه يصرح بالمربيح متاعه اللي هي 120 مليون باركة في العام وخطره ذاك كان جاء في القارونتي الموجود في الكنتراميير وصرح لكمية كهو ومدام ما عندكش حق في المراقبة وماكش تراقب فيه يعمل اللي يحب وهذا موضوع مايقرق في الجماهير بيه وقلنا نحنا كيفاش نصبره في العباد موذيه تعمل عنده برشاك هذيه وش مازال مازالوا في 30 جوان في 2020 يوفر يرجع الاحديث في البريود هذيه 2021 2020 مازالوا عامين مازال فيه معناها مازال فيه معناه فبعد قلنا كجيش هيئة ونطلبوها باشتعاد تتعدل العقد ولا لي هو الأخطر تو نسمعه في أخبار تو نرجع وراك اللي حكيناه من الأول وانتي عارف روحك خارج وعارف اللي بش تصير جلسة انتي خبيه وعارف تهنى رو اسلام يعرفوا هما من داخل الوقت اللي يدي جاء أحكيه ولي في معناها أترافير كلكا على موضوع الكعكي يحكيوا على انهم رموا معناها خارجي يحكيوا على انهم خارجين شنو مقترحات به يعرفوا مليح لي هما خارجي اتجيت لنا نسمع حديثة عنك تجدد العقد للا السيدة داي كيفيش ماذا معناها بسحيح تو ما فهمش حتى موقف رسمي من بلكش مبلغ مغري ولا حاج هك وش عقد مغري كيفيش عقد مغري وانتي خارج انتي خارج والعقد ما زال يوفي 30 جمعاة 2022 فاش تعمل هذا حاجة استراتيجية خلاله لبعدك اللي بشتشد منذي الفريقي خلي تصرف معا بلكش بش دخلتها فلوس وهو حاجتو بفلوس اليوم لتعرف ان الوضايا العاجلة في الكليوب كل يوم قضايا تقريبا انا نحب نحط الوحي بالاسط لهي اماني وضعي العاجل قاعدين يتريتيو في حتى دوسي هما تارفش قاعدين يعملوا البريود الاخري كل قاعدين الماكسيمو بوسيبل يدخلوا في الاموال خطر عارفين رواحهم خارجيين يهزوا في الاموال تقول لك الراجل يحب يرهن القسط الثاني ويخذ في قرض في المسبق معناها الماكسيمو بوسيبل حتى يأخوا الازكيين اللي نجم يخذهم في المرحلة هذية خطر عارف روحوا خارج وقاعد يزرب بسرعة غريبة الغريب زادة في العقد بتاعنا مع الطرف الثالث تاع البوتيك انه يوجب عليه بشي حل نقطة بيع ثانية اللي هي لوكال بتاعناد الفريقي بب جديد 47 40 اللي بالضبط نسيت اما في اللوكال بتاعباب جديد بتاع نادي الفريقي بشي حل مغازة وهذية عليش تعمل بش اولا ان يمكننا المستثمر هذية من مغازة عصرية بعد لو يوفى العقد بتاعه تقعدنا لنا احنا للنادي الافريقي في اللوكال بتاعباب جديد اي نعم معناها اولا هاوكا يقدنا معناها يهيئلنا مغازة حتى كان يجي بعد شكون واحد اخر في بلاستور حاجة عنا معناها ان فوند كوميرس عنا حاجة مستثمار للنادي الافريقي لم يكن خواب لا يزي ما عملهاش معناها في عامين تاوهو يستغل وهذا نعتبروا انا تفويت في ارباح كنت تكون محقق لنادي الفريقي لو تعمل لا يزي تاو نسمعوا يفهمة بوتيك تحل انفاس معناها مش في الممتلكات متاع نادي الافريقي بوتيك خاص فرانشيز وننعش كيفية ش تصارت العملية لا يزي معناها حل أعطاء الأحقية بشعار النادي يبالك شي يقعد لكله بعد من غير لفما حاجة كيف يقعد لكله؟ ما هو ملك لنادي الفريق الذي حلوه جديد ما هو ملك لنادي الفريق فهمت؟ إنه هو بعد يفسخ العقد من نادي الفريق يبدل الماركة ولا يبدل الفريق اللي يريد عقد معه جديد ما هو ملك لنا فهمت؟ فلتنا في عمين ربح موكا غاني لا يزي تاو تعمل في حاجة مش موجودة في العقد بل مش موجودة في العقد ضد اللي موجود في العقد فهمت؟ هذا داخل في الأخطاء الفيحش اللي سميتهم بكري زيدر وين الهيئة المديرة المنحلة ذي لنادي الفريقي فيها؟ لا يزي معنا السيكتة قاعدة تفرجوا السيكتة وشوف كيفيش ناجم يكون زيدره وخذية موافقة رامن عندهم ما يجينيش غريب أما علاش وكيفيش وبنى طريقة يخذية موافقة بالحق رأوا داخل في الأخطاء الفيحش بطبيعة داخل الفيحش بطبيعة داخل الفيحش هذا موضوع يقرق برش المحبين عندك احتلاز على الانتدابات الانتدابات بطبيعة الانتدابات في فترة من عمل الانتدابات معاقب من الفيفا تعمل الانتدابات وتبدد أموال النادي فقط بش فئة من الجمهير تفرح كلمة انتداب وجناح عصري ومهاجم نفاثة وكالكلمة ذاكة بش تعمل بها تسويق الروحك بش تمدد بها بقائك في النادي الافريقي وتسوق بها روحك اولا تمدد أموال النادي ثانيا ما تقراش المخاطر ان في الطرز جادا ان واحد من الملعبية ذو من الانتدابتهم انت وقت اللي انت ممنوع من الانتداب شكي بيك على الفترة اللي هو انت ممنوع فيها من الانتداب شنو يكون موقفك مع الهيئة الرياضية انت تاومت عن نزاع لا يزي معناه انا مانعك من الانتداب لا يزي انت جي تعمل انتدابات فوق المنع معناها تحديا للمنع لا يزي ما تخلصوش مثلا هل خموا هما في هذا؟ هل خموا في المخاطر اللي حطوا فيها النادي؟ ما يخموش اعطيه هو معناه يسوق نفسه وهل فلوس هذية اللي ماشي الانتدابات مش كان اولا بها تخلص جواريتك اللي ليش خلصين اللي عارقين في التيران ولا كان اولا بها على القالة سيدي ما تخلص الجواريت تخلص بها الملفات اللي اللي موجودة في الفيفا وليتهددنا تعرف رو الاختير في الامر شنوه فما عبيد ماش حسب الاختار راهوا سبتمبر 2021 راهوا هنا هوش بعيد الناس في بينها بعيد راهؤهم تسعة شهور راهوا كان نحكي العبيد اللي تفهم في المالية راهوا او اذا كانوا كما يحكيوا هما مثلا ما полغان 14 مليار راه نفيدنا 10 شهور معناها اكثر من مليار في الشهر يجبنا نوفره نحنا في النادي الفريقي بش نجم خلصوا الاختاية اللي يحكيوا عليه هما 12 مليار رايي حاجة خطيرة انهم ما تصدقوش الكذب نعم بشي خلص واثناش مبعاظهم اراو انا نمشي في الاسوأ في الاسوأ انا بشي انا بشي انا بشي انا بشي انا بشي رؤيتي ساوداوية تنجم تكون اخوي سمايه كما تحب ماهم بشي خلصوا وبشي جي الهيئة اللي بعدها بشي تحمل ومسكين الهيئة في كل نهار ولا كل شهر قاعد يتعدى بشي يكون الوقت ضيق عليها بشي تحل الملفات هذي من هنا لسبتمبر 2021 واشراء وان شاءاله تنجم تخلص خاصة ان اذا كان بجزي ديارهان لكتو القار معناه القصة الثانية وزيد ما اخلصش قتلي وقاعة تجديد عقود بعض الملعبية و بعض وقاعة تقتوي باهييش عمل الخويسي ابسي منيونسي جاي جدد الملعبية وضعفلهم في الوجور متاحهم في جواء اللي همه النفس العملية القاعدة عم فيها تو خاطروا عارف روحوا خارج مشي جدد الملعبية صابر خليفة وبيه ليليل العيفة و المعروفة اللي يستمع جدّلهم وضعفلهم في الأجور والمنح والمرتبات في جوان خاطر عارف روحوا خارج خاطر وقتها فامت إخابات حتى كان خارج لوش يعمل فيها حاجة كما هك هو يعمل تو في الشي هو بيدو اللي عملو في جوان ريتو الشي اللي عم فيه تو قاعد يورط في البشي جي بعدو وشنو يزيد يأكد سوء النية هاول عمدوين وقت اللي تجي انتي تو اضطردهم وتقول لهم غير مرغوب فيكم وانتي كتقول لهم غير مرغوب فيكم ولا مرغوب فيكم وفي الحال تيم تو سيئ نادي مكلف انو يخلص العباد هذوم عمل معهم عقود رأى النادي واضح؟ بالتبع واني وزيدت لجنة نزعات بالجامعة تونسية كورت قدم أعطاتهم الأحقية هذية وحكمت لهم ببقية عقدهم ولا عقودهم مش عقد واحد خاطر والعباد راي زيدة تستهان راي تستهان بالأحكام المحلية نحب نوضح للجماهير العريضة متاع نادي الافريقي اللي رأوا فهمة فصل جديد فتم في التنقيحات متاع كورت القدم محترفة الجامعة تونسية كورت القدم اللي هو الفصل واحد وتسعين مكرر راهوا فيه نفس الإجراءات الدولية وراهوا الجامعة تونسية كورت القدم وسي وديع وصاحبنا وسيخوه زيدة صاحبنا وكذا راهوا بمهو بيدو محكوم فيه بالفيفا شكون سيخوه مفهمتك؟ ما سامحني ما هما يحكيوا ديما للهيئة المنحلة ذي زي ما معناها رأوا عنا حضوة عند سي وديع وعنا حضوة عند خو سي وديع ماذا دخلوا خو سي وديع؟ هكا يحكيوا هما في الأميك المورك على كل حال تجاوز هايجا نحكيوا خلينا في الفصل واحد وتسعين مكرر في الفصل واحد وتسعين مكرر راهوا فيه نفس الإجراءات الدولية راهوا النادي إذا كان ما خلصش في فترة معاينة باش يتعرض للمنع من الانتداب وبعد وفم خطايا تأخير عن كل شهر تأخير وبعد إذا كان ما خلصوش في فترة هذيك راهوا يطرحنا نقاط وبعد راهوا نمشيوا للإسقاط للدرجة الأدنى راهوا نفس الإجراءات الدولية راهوا يا جماهير النادي الفريقي أصبحت معمول بها في الأحكام المحلية معناها الأحكام اللي صدروها تاول ملعبية هذوم اللي يجدلهم السيد هذا في جوان راهي هي بيدها باش تشكلنا بعد عام وعامين مشاكل باش تقرقنا كيما أرقوا فينا الملفات متع الفيفا بالضبط وراهوا الجامعة تونسية كرت قدم قد ما تنجم تغمض عينيها على الشي هذيه راهي ما تنجم مش خاطر هي بيدها محكوم فيها بفيفا عليش يعمل في هذا الكل عبسي مليونسي مفمش كو مانتوار شكرا هنالي الفريقي بالله قيد هملو بوانا كين استضفتو وقول هملو كيما قلتو هم انا تو بالضبط وقوله عليش تعمل في الشي هذيه انا كنتوجه له بسؤيله هكا الناس كل تسمع فينا عليش تعمل في الشي هذيه تحب نفكر وزاد اله سوء نية وجه الناد الفريقي فما سوء نية يحب يوضع الناد الفريقي والالجيبشي جي بعده ما نتصورش رئيس نادي عبسي مليونسي معتها مناصل دنيا في الكلوب ما نتصورش ما يحبش نادي الفريقي ولا حد شكك في حب وانتي مئو للكلوب والله كين من كنت انا كيفك ما نتصورش نتصور انا بحسب القراين اللي موجودة قدامي نتصور كل شي بيكملي مع اخر النقطة اللي في الملف بشتورجوه القضاء قبل ما نمشي نناقشك شوية في الحاجات اللي عليك انتي ملف كورتسلة ملف كورتسلة ملف كورتسلة ملف كورتسلة راه وانا عليش حبيت نبدأ بيه ولو والبن حكي خلينيه لتو راهو بعض غدوة نهار الاربعة تبدأ البطولة الوطنية لكورتسلة راهو نادي الفريقي يا جامهير نادي الفريقي مازال ممنوع من المشاركة في البطولة الوطنية لكورتسلة وتعرفوا عليش ممنوع نادي الفريقي ممنوع لانه فما ملف مع لاعب امريكي قيمة المبلغ المتنازع فيه في الاصل خمسة وعشرين الف دولار تحول بفضل بند كالعادة غير طبيعي في العقد متاع السيد هذيه انه في حات ما تخلصوش فما غرامة يومية راهو بند غريب غرامة يومية فالنهار مية دولار يوصل والعقد عملته هيئة عبس لمليون والله ما عنديش المعلومة ثابتة بش نبدو واضحة معك اما المهم انا انتي حتى كان عمله حتى كان عملته منش كون عمله وفي العمين ونص اللي فيت وش كوني سيك وحتى كان عمله لي قبل كان نمشي معاك انا مقابعد فلنفترد جدلا عمله لي قبل فلنفترد جدلا هل من المعقول ما تخلصش خمسة وعشرين الف دولار تخليها توصل سبعين الف دولار كانوا خامسة سبعين مليون او متين وعشر صحيح وزيدهم الخطايا روما التعاقدية زيدهم عشر الاف فرانك سويسري معلوم تقاضي وغرامات قانوني نفس الحاجة يصارت في مناف مرسيليا وإذا كان ما نخلص وهيش نهار الثلاث نحنا ما نجموش نشيركون هالربع في البطولة يعني عمليا حل الفرع كونتسالة في موسم المئوية إذا كان ما يخلصش دخطية هذي عشرة نقاط حكينا فيهم أستيف نزلت نقاط أولي وكلاسيكيين يزيمني نتفكر بهم الناس اللي هما؟ اللي هما حكاية البنك البلغاري والتحويل اللي صار نادي العلمة بالله يا رانا بعد الجماهير نادي الفريقي خلصت هي من اللطاقات نادي العلمة ومزلنا ما نعرفوش الأموال اللي يدعينو حولها وأكيد بشي قايد اللي هو حولها من ميزانية نادي الفريقي على البنك البلغاري واحد حكاية اللاعبين بتاع الكمرون والاتفاق الإخل بيه شنو المقال متاحة أو حاجة تطفو على السطح وبعد كي تتغموكم بحكاية أخرى اللي نتنسى أنتي أصلا الموضوع ونعتبر ديما ملاف خطير على نادي الفريقي سياكوين ويني فلوس سياكوين ماتش فيرونا نحبو نسألو نحنا وينو فلوس ماتش فيرونا هذا ما تصدر فضل رابورم تعالي خبرو فلوس بالله يفهم موضوع زي من ينجب دوين خاطر ما ناخدهش حتى مرة معناها اللي هو موضوع لسيماسينج رأوا الناس تقيد على ستة شهور تاعة تاسيري مو اللي فلوس تعالس لسيماسينج ووقت تاسيري أي عملوهمت لسيماسينج ما تعرف وقت اش دخلت فلوس دخلت في وقت سيماسينج وتعرف علش مواجه الفلوس هذيكا علش مواجهة مواجهة لإصلاح الحديقة أليف ويني فلوس معناها التاسيرية ماخدتش فلوس ماخدتش فلوس لسيماسينج هذه معلومة اللعبين معناها مغالطة كبيرة اللعبين متعرفيش بيه واضح النقاط هذو من كل بش ضمنهم بش في منف قتلي بش تواجه القذاء أنا تو والزملاء اللي معايا بالله ونحب نشكرهم ونحياهم الاستاذ ايمان الشبك والاستاذ وليد ابو عمران الاستاذ مهدي زاقروبة والاستاذ سامير الزني والاستاذ فوزي السعيدي والاستاذ انور المحمدي تو نحنا بيصدد ساعة تثبت من شكايات السابقة اللي تقدمت الخاطر ما نحبوش نعملو سبق طاعهم ما ثبتش لطو ما زلتو استاذ لا سمحني رو معناها مايش سهلة بطريقة تتخيلها فمبرشة اطراف صبت شكايات بش تتصل بهم الكل براية تحب معناها وقت وتحبوا نشوفوا مقاليتهم هم بيتم طاول قضاءة اللي تقدموا تشوفوهم ونوصلوا ولي وجدوا ولي ما تقدمش ولي ما تقدمش بش نقدموه وحاطر وحاطة اللي بما تشوفوه ونوصلوا بش نتابعوا مع اللي يقدم شكاية بش نتعهدوا معهم معناها فهمتك بش ناخذوا مسكينة نادي الفريقي مسكينة فعلا نادي الفريقي فكل لحظات الحاسمة هذيك متعبع بعد التسعيد وراي عبد ميت وراي لطف الزهي اول مرة بش نقول الله يرحموا كيف هش لانو لطف الزهي هو اللي دخلني فكل معهم عم بتاع جلسة اثناش نوفمبر في نوصل بعتاش وشفت بعد شنو اللي تعرض له وليوم من وقتها ما حبيش نرجع انا بعد كشفت معناها الشي المقال اللي يجرى فيه بعد الخير اللي قدموا لاندي الفريقي في الجلسة هذيك قررت اني نبعد قلت زحي اذا كان السيد هذي يعمل الشي هذا وبعد كافا وهكا هذه بلاسة الوحدة ما يخدم فيها خير ما بعد باعاز خاصة من اي من الشبك رجعت للوضعية هذي نحب نهدي الشيء نعم فيه كل الروح سي لطف الزهي وهو اللي وراي سيتي اول مرة كنتي الصحفي الولاني نقول لك وراي لطف الزهي الله يرحموا خل فينا بذرق نقاوموا الفساد في النادي الفريقي ونقاوموا العبيد ما هو الهدف امتلاك عندك طموحات من هريخة ما عندي حتى طموح وحتى هدف وسجلها عليك هذا كل الكلوب وكهو ما هو نسجل عليك لا تكون هريخة في هيئة او حاجة لا نقبلش نكون في هيئة لا نقبلش نكون في هيئة تقول لي تعاون هيئة مديرة مثلا يناديو اليوم بش نعطيك حكاية حكيتها راني انا قبل في جويليا ما هو بش نعودها تاوي بش العبيد لا تستثمر غالطة هيئة عبد السلام اليونسي عاية تطلي رئيس لجنة التأديب سيطار خنتيش ربي يذكروا بالخير عايتلي تعرف عليش عايتلي الخطر يعرفني اولا ما نخرجش الأسرار بتاع النادي ويظهر لي في وقتنا نحنا ما نخرج حتى سر من الملفات هاي التاديب ما تعرفوا حد شيء يظهر لي انتوما على حكاية وسامة دراجي وقتها كل شيء يخرج لا ما تعرفوش في حكاية وسامة دراجي انا ويحب ناس عندي التفاصيل عليها الكل ريت في الافناء ما يخرج حد شيء تقول لي ديسيزيون بعد خارجت اولا ما خارجتش تفاصيل الملفات وقت اللي هي ثانيا خطر يعرف الكفاءة متاعي وثالثا خطر وقت اللي بالحق قولا وفعلا وقت اللي استحق النادي الافريقي ككاينونة كمعناها مش كهيئة مديرة تستحقني؟ مالجريرا واللي خدمت بالفلوس ودا فيها منحة ولا فيها بالعكس اذا كوقت تنحيه من حرفائك ويتحديهم ويتحديهم اذا كان الهيئة بالبشاع هذي وبالفساد هذي تتهم فيها عايش تخدمها؟ انا وقت اللي خدمت في لجنة التأديد يكرش فهم هذي كل راه هذي راه يظهر راه من من اللي استقالة الأعضاء الهيئة المديرة كل وانتي ماشي بداية الامور هذي تظهر كما قلت لكم من اللي ولي وعارفين اللي هم خارجين بدأوا يعملوا في الشاي هذي وان بلوس كما قلت لك راه يخذوا فرصتهم وقتها ونحاولوا دي ما نخدموا نادي متاعنا وانبعدوها يتهموا فينا يقولك تشوشوا عن نادي يعني ما معناها كنا نجموا نشوشوا عليه وقتها ليا ما شوشنيش عليه وقتها بالعكس وقت اللي ما طلبوا مننا يد المساعدة عاونيها وهذا دليل آخر على اني ما عندي حتى غاية وانا انا مش نزيدنا سهلك العملية انا ولي معايا في الاثناء اتعرفت علينا برشة اغراءات عايزي يلي اول مرة زي دا بقوله منعون تشكوين؟ ما هي الاغراءات؟ الاغراءات تنجم تكون حتى ملافات عايزي تخدم ملافات معينية وكان جواب متاعنا انو نحن خدمنا قبل النادي الفريقية ملافات وخدمناهم بليش في مواضيع اكثر معناها الحجم المالي بتاعها اكثر وخدمناها بليش في المقابل تسايب كل شيء ما هو ما يقولكش في مقابل ما يقولكش في مقابل تسايب كل شيء اما واضحة معناها العملي ورو اسهل علينا نحن طوي تعرفش كوني اللي الكيسة عنده وقاعد يسايب في الاموال ويغري في العباد هي الظفة الاخرى رو كان نكون اسهل علينا برشة رو بشكونوا في الظفة الاخرى خاصة من الول وقت الياه المنظومات الكل ضدنا الجامعة والاعلام وانتو مش كونوا واتحايروا فاسميكم وقتها كان اسهل لنا نكونوا مع الظفة الاخرى مفتوح لك بغري تكلمت شفتك في برشة مانيبل العلامية انا راني ما انا احكيش عليك ريتك نجي لا مش كنينة فما حتى شفتك في موزايق شفتك في افم شفتك في برشة مانيبل شفتك في التاسعة كيفيش تقول اللي العلام قبل كانت حتى طريقة التعاطية مع الموضوع طريقة هجومية اخو يا سليم رحتك تجي تكلمني بش تسألني في وقت تسألني على بطاذية تقول لي انتي يركشكو اليوم يوم 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 لا عبيت ما تعرفك شي دا احمد خاطر يقال انه احضت تسريرية وراك وديجا قول قبلك حكيتلي منف على التسريرية خانك كامل اللي كلم يسيحش خاطر عند قولت تخبيليك منف على التسريرية على اسم اسم اسينك مخذيتش مخذيتش فلوس هكا عندك علاقات وعندك معلومات على التسريرية لأول مرة نقولها المعلومة هذي لأول مرة نقولها من جويري يلتو هو مش عيب حتى كان وراها مش عيب ما نفهمش في الحسابات هذي ما نحبش نكون عند انتماء حتى مجموعة في النادي الفريقي وندعو ديما للاجتماع ندعو ديما للعباد تتلمى بعضها ندعو ديما ما ندعوش الفرقة ما نحبش النادي الفريقي اللي يرا فيها توا متاع كلونات أنا ماذابية كني يتلموا الناس كل ما ما علاقتك بالتسريري؟ ما علاقتك بالتسريري؟ أنا راني خدمت في لجلة الانتخابات في الوقت متاحهم لأكثر والأقل وراني وقت اللي قدموا لي ليستم رفضناها أنا والزوزو مليئ لي معايا مش أنا واحد يا زادة في المقابل بعض عايتو لك في الترافع في منفخ هذه الجازية؟ مش بعد مش بعد مش بعد في الأثناء في الستة شهور هذوكم ها مش نعطيك في الستة شهور هذو كدوب نشدوا المقاليد أول جلسة متاع معناها لجنة نزعات في الجامعة تونسيكور القدم مازالوا كغير شدوا المقاليد قالوا تليفون انت بما انك في اللجنة نزعات والله إلا نعرفهم زادة ما عفى سيبقى قبل للأمان عام 2017 ما عرفهمش حتى ما عفى سيبقى لا حمودية لا الاولية لا حتى حد بحكم زادة القرابة متاع السكن واضح كلموك كلموني بما انك انت يا استاذ معناها في اللجنة الانتخابات تنجمش تشديني الملفات اللي نهار السبت الجاي في الجامعة تونسيكور القدم ورم معنا عليهم حتى فكرة على الأقل طلبنا التأخير خنشوفوش فيه وكان تتكرم زيد كاميرا فاردمان رات تخدمه واضح مشيت خويا طلبت التأخير وقتها وبعد طبعت الملفات واخدمت الملفات وهو بش نزيد نحكي حاجة الجمهير نادي الفريقي لأول مرة وقتها بداية بشهادة لجنة النزاعات في الجامعة قالوا لنا رأي نادي الفريقي قبلكم خمسة سنين جي تطلب التأخير كهو لأول مرة نقدم أخويا رد مكتوب في النزاعات هذوكم وهو بش نعطي زيدة التفاصيل أخرى نحنا جينا قلنا رأينا نحنا هيئة جديدة ورأي الناس اللي شاكيتوا بنادي الفريقي عندها خمسة سنين تأخذ في الفلوس رأي الهيئة اللي فاتت ماشي تحاسب فيهم على الخصم من المورد ورأي ماشي تحاسب فيهم على السينة السيس رأي نعملوهم الحساب الحساب مش كما يطالبنوهم نحنا رأينا نخدمه بالقانون القانون يعني هذي وقتها كان فحول الرد يعني وكانت لأول مرة عبيد تجيو بهك خلصت نعم طبعا بلايش بلايش نحن 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 نشكر بالله حامد بنبارك وقتها خطر هو أعطاني الفكرة هذه المتاع المجلة المحاسبات اللي فيها الريتونيو ألا سورس وفيها سينة اساس خطر هو اللي أعطاني الفكرة مش خدمنا عليها ملفات هذوم ونحن نحن 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 نشكر العبيد تأكد مخليت حتى دينار مع النادي الفريقي وأي واحد يقول رأني عطيت السيدة ذاك دينار يتفضل مرحبا بيه واضح عطيك صحة أستير على كل التفاصيل ما ديتنا بها أخذي الظهر لمساحة اللي يجب أن تحكي في كل شيء يرحم والديك أخو يا سلام حكيت في كل شيء وحكيت مرتاح ونقلت لك تتبادل تعاطي محلية تاوي ولينا عميش ومسلتك لا من أصل هكا يمكن أن تشوف بعين واحدة أخرى يمكن يمكن على كل كما قلت ونعودها أي حد يحب يوضح من هيئة نيل لفريقي الكلامة اللي قاله الأستير رحمد التونسي ورحب بيه في كل وقت يوضح كل كلمة قارت شكرا من السيسي في الإخراج شكرا لناصر في الإخراج الرقمي نحن اتقابلت إن شاء الله لربع بعض غدوة إن شاء الله في فيفا البلايك العادة مساعتين حد ترجمة نانسي قنقر